أقرأ من سورة النحل إنها الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة مما جاء فيها ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا الكتاب بحسب هذه الآية وهو يتحدث عن نفسه تبيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين في سورة نفسها في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس إذا جمعنا هذه الآية مع الآية التي مرت فهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله محيط بكل تبيان وأسرار هذا الكتاب وهذا شيء طبيعي لأن الله أنزله عليه ولابد أن يبلغه للناس ولابد أن يعلمه للأمة فلابد أن يكون محيطاً بكل ذلك التبيان الذي تحدثت عنه الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كل هذه الآفاق كل هذه الآفاق لا بد للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون محيطاً بها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هذا في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل وكذلك في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الآيات واضحة من أن الكتاب فيه بيان لكل شيء ومن أن الذي يحيط بهذا البيان رسول الله صلى الله عليه وآله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا المضمون جاء بصياغة أخرى في سورة الواقعة في الآية السابعة والسبعين بعد البسملة وما بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هؤلاء هم المطهرون بعد كل هذه التفاصيل سيكون الباحث مضطرا أن يقول من أن المطهرين هم 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 هؤلاء الذين تحدثت عنهم آية المودة وآية المباهلة وآية التطهير هم 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 الذين تحدثت عنهم أحاديث البخاري وأحاديث مسلم وأحاديث المستدرك للنيشابوري وأحاديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة هؤلاء هم هم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الكلام لا ينطبق على نساء النبي بشكل مطلق ماذا نقرأ في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم التلاوة ليست من قبل نساء النبي وإنما نساء النبي يذكرن ما يتلى في بيوتهن هناك جهة واحدة تتل الكتاب هؤلاء هم المطهرون الذين جاء ذكرهم في سورة الواقعة الذين ذكروا في سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته كما في الآية الحادية والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب بشكل خاص هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم آيات سورة الواقعة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون حق التلاوة كما في أحاديثنا خاص بمحمد وأهل بيته الذين آتيناهم الكتاب أعطي لهم بشكل مباشر هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يتمازجوا معه لا يمسه إلا المطهرون هؤلاء هم الذين لن يفترقوا عن هذا الكتاب حتى يردوا الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما قرأنا في هذه الأحاديث التي مرت علينا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته عامة المسلمين لا ينطبق عليهم هذا الكلام الذين يتلون الكتاب حق تلاوته إنهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى نساء النبي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فنساء النبي لسنا في هذه الدرجة في درجة التلاوة بمستوى حق التلاوة وإنما يتحدث القرآن مخاطبا نساء النبي واذكرنا ما يتلى نساء النبي يذكرنا ما يتلى في بيوتهن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن الحديث هنا عن حق التلاوة حق التلاوة خاص بالذين آتاهم الله الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به وأولئك هم الخاشرون نذهب إلى فاصل فهناك الذين آتيناهم الكتاب هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته كما في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته في سورة فاطر وفي الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور هذه تلاوة المؤمنين هذه تلاوة المسلمين هذه تلاوة الصحابة هذه تلاوة نساء النبي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أما حق التلاوة فهو خاص بمن بالذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هؤلاء هم الذين يتمازجون معه إنهم المطهرون الذين يكونون على ممازة ممازجة بهذا الكتاب إنهم العترة الذين لن يفترقوا عن هذا الكتاب هؤلاء هم أصحاب هذه التلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هم هم الذين جاء ذكرهم في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله بحسب القراءة السنية توقف ثم نبدأ جملة استئنافية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وبحسب القراءة الشعية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه قراءة العترة يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هذه الآية آكذا يعربها السنيون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه ألواو استئنافية استئنافية أي أن الكلام بدأ جديدا بدأ من رأسه وما يعلم تأويله إلا الله انتهى الكلام بدأنا كلاما جديدا نستعنف كلاما جديدا فهذه فهذه الواو استئنافية فحينما تكون الواو استئنافية الراسخون تعرب هنا مبتدأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الراسخون مبتدأ يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا خبر عن الراسخين الكلام ضعيف جدا أتعلمون لماذا لأن الراسخين في العلم لا بد أن يكون عالمين وإلا كيف وصفهم القرآن بأنهم راسخون في العلم الآية لا تتحدث عن علم واسع هنا وإنما يقولون آمنا به تسليما نحن نسلم بالمحكم والمتشابه من دون علما فهل يصح هذا الكلام ونحن نتحدث عن راسخين في العلم وإذا أعربنا الراسخون في العلم مبتدأ وأخبرنا عن يقولون آمنا به كل من عند ربنا الإخبار يعني أن الراسخين في العلم حالتهم المستمرة والدائمة هي هذه هذا معنى مبتدأ وبعد ذلك نخبر عن بهذه الجملة الفعلية هل هذا كلام منطقي ماذا تقولون أنتم لأن السنيين يريدون أن يقولوا بأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل القرآن تأويل القرآن لا يعلمه إلا الله هل هذا الكلام منطقي من أن الله ينزل كتابا لا يعلم حقيقته إلا هو إذن ماذا يعمل النبي إذن ماذا تعمل الآيات التي مرت علينا من أن النبي لا بد أن يبين للناس ما أنزل إليهم كيف يبين للناس ما أنزل إليهم وهو لا يحيط علما بأسراره وحقائقه لأن التبليغ لا بد أن يكون على درجات النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يقول من أن الأنبياء يكلمون الناس على قدر عقولهم ومن أنه صلى الله عليه وآله كان يكلم الناس على قدر عقولهم كيف يستطيع أن يكلم الناس على قدر عقولهم ما لم يكن ملما بكل حقائق القرآن وعارفا بأحوال الناس ومن أنه يقدم لكل مجموعة من الناس بحسب مداركه فكيف لا يكون ملما ومحيطا بتأويل الكتاب هل هذا الكلام منطقي إن السنيين يفعلون هذا لا لأجل أن يجعلوا علم رسول الله محدودا لأجل أن يجعلوا المجموعة التي مع رسول الله قطعا رسول الله هو سيد الراسخين في العلم الذين معه من هم أولئك الذين يتلون الكتاب حق تلاوته إنهم الذين يمازجون القرآن ويمازجهم القرآن إنهم العترة الذين لن يفترقوا عن كتاب الله هؤلاء هم الراسخون في العلم بحسب قراءة السنة وإعرابهم الآية تكون بلاغتها مختلة مختلة إلى حد بعيد والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هم راسخون في العلم لكنهم لا يعلمون لأنهم يسلمون للمحكم والمتشابه من دون علم بحقائق التأويل هل هذا المنطق منطق مقبول إنني أتحدث مع الذين يبحثون عن الحقيقة ومع الذين يريدون أن يكونوا منصفين هل هذا المنطق منطق مقبول بحسب قراءة العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ألواء هنا عاطفة والراسخون عطفوا على الله فإن علمهم وعلم الله واحد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قطعا هو الذي علمهم سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا أردت أن أعرب بقية الآية من دون النظر إلى أحاديث العترة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الواو عاطفة الراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة يقولون هذه الجملة الفعلية ستكون حالا هناك قاعدة في علم النحو الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات ما هو الفارق بين الأحوال والصفات الصفات في الأعم الأغلب تكون ثابتة والأحوال في الأعم الأغلب لا تكون ثابتة وإنما هي حالة طارئة والراسخون في العلم معرف بالألف واللام وجملة فعلية بعده هذا يعني أن الجملة الفعلية هنا حال والراسخون في العلم قائلين قائلين من أننا نؤمن به هذه حالة طارئة الراسخون في العلم يقولون هذا الكلام في مواجهة أولئك الذين في قلوبهم زيغ وليست هذه الحالة ثابتة لهم على طول الخط الحالة الثابتة لهم أنهم راسخون في العلم وهذا وصفهم هم راسخون ثابتون في العلم أما الجملة هنا حالية الجملة الحالية تتحدث عن وضع طارئ مثل ما أقول رأيت الرجل ضاحكا في تلك اللحظة ضاحكا حال لأن الحال يمثل وضعا طارئا رأيت الرجل ضاحكا هو لا يضحك طيلة حياته وإنما في تلك اللحظة التي رأيته فيها كان ضاحكا لكن حينما أقول رأيت الرجل الضحوك هذه صفة هنا الصفة ثابتا هذا ضحوك على طول الخط على طول الأيام رأيت الرجل ضاحكا في اللحظة التي رأيته فيها رأيت الرجل الضحوك هذا يضحك دائما هكذا هي سيرته وطبيعته الجملة هنا حالية لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات وذو الحال هنا معرف الراسخون معرف بالألف واللام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الراسخون في العلم في مواجهة أولئك الذين في قلوبهم زيغ يقولون هذا الكلام يقولون آمنا به كل من عند ربنا أما هم فهم راسخون في العلم وهم محيطون بتأويل الكتاب أما إذا أردت أن أعربها بحسب قراءة العترة الطاهرة فإن الآية بحاجة إلى تقدير لأن الآية ستكون ذاكرة لمجموعة الذين في قلوبهم زيغ ومجموعة أخرى الله والراسخون في العلم ومجموعة ثالثة وهم الذين ليسوا من الذين في قلوبهم زيغ وليسوا من الراسخين في العلم ولذا فإن قراءة العترة صلوات الله عليها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا وقف لازم لا بد أن نقف يقولون آمنا به كل من عند ربنا الكلام هنا بحاجة إلى تقدير أقرب لكم الفكرة حينما نذهب إلى سورة الفاتحة وإلى الآية السابعة من سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم من هم هؤلاء لا بد من تقدير هنا من هم هؤلاء صراط الذين أنعمت عليهم من هم هؤلاء حتى إذا قرأنا غير المغضوب عليهم ولا الضال هؤلاء 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 هذا التقدير نأخذه من سورة النساء ومن الآية التاسعة والستين بعد البسملة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة إذا أردنا أن نعرب إعرابا كاملا تاما لأجل بيان البلاغة والتفسير فلابد أن نقول هكذا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضال وإلا فإن الآية ستبقى مجملة صراط الذين أنعمت عليهم من هم هؤلاء هنا يأتي التقدير من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لأن الآية هكذا تقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة أعود إلى الآية السابعة بعد البسملة من آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم انتهى الكلام لا بد من تقدير أنني أتحدث عن قراءة العترة الطاهرة وتفسيرها هذا هو الذي ورد في الكاف الشريف الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ثلاثمية وثمانية وثلاثين باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة الحديث الثاني الحديث طويل سأقرأ منه مقطعين قصيرين المقطع الأول فرسول الله أفضل الراسخين في العلم لا بد أن يكون موجودا في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الذين ذكروا مع رسول الله بنفس المستوى العلمي بغض النظر هل يعلمون التأويل أم لا يعلمون التأويل إذا كان رسول الله يعلم التأويل فهم يعلمون التأويل وإذا كان رسول الله لا يعلم التأويل فهم لا يعلمون التأويل أيضا هل تستطيعون أن تخرجوا رسول الله من الراسخين في العلم إنه سيد الراسخين في العلم فرسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله عز وجل جميعا ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله هذا هو المنطق السليم وهم الذين لن يفترقوا عن كتاب الله إنهم العترة الطاهرة إنهم أهل البيت الذين ذكروا في الأحاديث الصحيحة في كتب السنة كما قرأت عليكم منها قبل قليل وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ إذا قال العالم فيهم بعلم إذا قال النبي إذا قال الوصي إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا جواب الذين لا يعلمون تأويله فلابد من تقدير يخبر عن المجموعة الثالثة هناك مجموعة الذين في قلوبهم زيغ مجموعة الراسخين في العلم مجموعة الذين ليسوا من الذين في قلوبهم زيغ وليسوا من الراسخين في العلم ولكنهم من أتباع الراسخين في العلم فإذا ما تحدث الراسخون في العلم فيما بينهم قالوا آمنا به آمنا بما تقولون قد أفلح المؤمنون في تأويل علي وآل علي لقرآنهم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا تنسجم الأحاديث تنسجم الآيات حينما نقرأ في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الكلام لن يتحقق إلا وفقا لفهم الآية وتفسيرها وإعرابها بحسب ما بيّنت لكم وهذا المضمون وهذا المضمون هو مضمون حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا لن يفترق حتى يرد علي الحوق هذا هو حديث الثقلين القوم صححوه الحاكم النيشابوري صححه الألباني صححه الحاكم النيشابوري متوفى سنة أربعمية وخمسة للهجرة الألباني متوفى سنة ألف أربعمية وعشرين فيما بينهما أكثر من ألف سنة فذاك صححه وهذا صححه وأورده مسلم في صحيحه بصيغة تعبيرية أخرى المعنى والدلالة واحدة وأحاديث البخاري تشير إلى نفس المضمون وهذا هو التطابق والتوافق بين منطق القرآن ومنطق العصمة ومنطق محمد وآل محمد هل تريدون صورة تكون أوضحة من هذه الصورة الصورة واضحة وواضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل فعلى هذا سيكون الإعراب بهذه الصيغة وما يعلم تأويله إلا الله هذه قراءة السنيين أما قراءة الشيعيين بحسب العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الواو عاطفة الراسخون معطوف على لفظ الجلال على الله أنا لا أريد أن أعرب الآية إعرابا تفصيليا وإنما أعرب ما يرتبط ببيان المعنى يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا إخبار عن الذين لا يعلمون التأويل فهناك واو استئنافية مع مبتدأ والذين لا يعلمون تأويله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وهذه الواو قد تكون عاطفة أيضا يمكن يمكن أن تكون عاطفة على أصل الجملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه جملة وتأتي جملة اسمية معطوفة عليها والذين لا يعلمون تأويله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وبغض النظر عن الإعراب هذا قد تجدونه صحيحا قد تجدونه ليس صحيحا قد تجدونه معقدا قد تجدون تكلفا فيه بغض النظر عن كل هذا إذا جمعنا كل الآيات التي تقدم ذكرها وجمعنا كل الأحاديث التي تقدم ذكرها فإننا سنصل إلى نتيجة واضحة بينة من أن المجموعة الثالثة والتي هي غير الصحابة وغير نساء النبي القربة هذه المجموعة لا يوجد بخصوصها ذم لا في القرآن ولا في الأحاديث فليس هناك من ذم بينما الصحابة ونساء النبي في القرآن وفي الأحاديث هناك مدح لهما وذم لهما أما القربة في القرآن والأحاديث لا يوجد إلا المدح وهذه قضية واضحة جدا هذا يعني أن الوسيلة إلى الله وأن السبب إلى الله هؤلاء هم فإذا أردنا دين الله فمن هنا يؤخذ من هذه الجهة من جهة القربة ترجمة نانسي قنقر